هنروح لموضوع انا كلمت حضراتكم عنه حوالي 3-4 مرات قبل كده وكلامي كله كان في اتجاه واحد وللأسف الشديد موقف الحكومة في هذا الموضوع برضو يظل في اتجاه واحد بس للأسف عكس اللي انا بقوله ربما هم على صح على صواب بس انا مش شايف منطق اللي هم بيعملوه الكلام عن قصة اللاعب والنجم المصري الكبير محمد ابو تريكا انا كلمتكم قبل كده ومش بحاجة ان انا عيد الكلام انه انا متحفظ ورافض ما يحدث مع محمد ابو تريكا مش رافض ان محمد ابو تريكا على راسه ليشا او ان هو فوق القانون او ان محدش يقرب له ما فيش حاجة اسمها كده طبعا انا بحب ابو تريكا وبعشق وعشق للانجازات والبطولات والحاجات اللي اسهم بيها سواء لمنتخب مصر او للنادي الاهلي لكن برضو انا بقول انه ما فيش حد فوق القانون بس انا منهجي طول الوقت بقولي حكومة ما ينفعشي فكرة التلويش اللي انتوا عاملينها على ابو تريكا ابو تريكا ارهابي لا ابو تريكا اخواني لا ابو تريكا مو الجماعات لا ابو تريكا مو العمليات طب حنتحفظ على فلوسه طب لا شركته مش عارف كده وطول الوقت والمدة طالت وباخت وماخت وساخت وانا عمال اقول لكم يا جماعة برضو ما هو ده جزء من على فكرة ده جزء من تلويث السمعة زي ما انا كنت بدافع امبارح عن احد الوزراء لجم ان انا ما عرفوش وبقول لكم ما تتهموش علنا الا لما يكون في دليل نفس الكلام وانا بدافع عن ابو تريكا ما تشوهوش سمعته الا لما يكون في دليل انتوا الحد النهاردة بتطلعتوش دليل وحتى لما جات لكم يا حكومة فرصة ذهبية فرصة على طبق من ذهب ان الراجل ابو تريكا عن طريق المحامي بتاعه استشكل استشكل على الحكم بتاع التحفظ على امواله فقبل الاستشكال بتاعه يعني القضاء قبل الاستشكال بتاع ابو تريكا علشان نشيل التحفظ على امواله عملت الحكومة ممثلة الفيقة هيئة قضايا الدولة قضايا الدولة دي تابعة للحكومة هيئة قضايا الدولة امبارح طعنت على الاستشكال بتاع ابو تريكا طعنت على قبول الاستشكال يعني عند تاني يعني بغلس تاني ليه دا مش بس كده امبارح هيئة قضايا الدولة طعنت على قبول الاستشكال ابو تريكا والنهاردة الحكومة بتستعجل المحكبة الاودالية العولية بتقولهم لا نحن مش بس بنتعن نحن بنطالبكوا كمان بتحديد جلسة سريعة وعاجلة بل سهلة سهلة لا لا سهلة يمكن ايه السمع السمع صعب لا وانا بيقرب بس هتلاقي باين يمكن السمع فيه مشكلة اقرب فين اني كاميرا بس طيب اهو اخونا سهلة ايه شايفينها شايفينها ليه 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 اهو ليه جلا جلا نفس السؤال ليه بتعملوا كده ليه بتغلسوا على الناس ليه بتزعلوا الناس منكو ليه عايزين تفقدوا حالة الرضا الشعبي اللي موجودة عند الحكومة عند الشعب تجاه الحكومة ليه ما عنديش سبب ما عنديش بقول لك جاتلك فرصة ذهبية والقضاء ايه بالاستشكال ابو تريكا وكرر رفع التحفظ عن امواله اهو ما انا جاي اقول له لا انا حطعا على الاستشكال وتاني يوم بسرعة محكمة الادارية العليا عايزة جلسة عاجلة هو فيه خصومة مباشرة ما عندكو دليل طلعوه عندكو دليل ان ابو تريكا مو الارهاب مو الجامعات طلعوه وقولولنا هو حطوا سبعكم في عينينا ساعتها نحط لسانة ببقنا ونسكن لكن غلي